السلام عليكم ورحمة الله. معكم سيد من قناة الابداع والتميز دائما قناة ابدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بنستكمل مجموعة حلقات تسريع الكمبيوتر وتحسين الاداء. وبنتكلم عن الويندوز اوب ديت. آآ قبل كده اتكلمنا عن الويندوز اوب ديت وقلنا انه مهم في اداء الكمبيوتر بشكل عام واداء بقية البرامج. ولكن في الفترة الاخيرة الويندوز اوب ديت اصبح يسبب مشكلة عند ناس كتير جدا. بسبب ان الويندوز اوب ديت اصبح بيحصل بشكل تقريبا شبه يومي. وده بيعمل بطء كبير جدا للجهزة. ومع الاسف الناس ما بتبقاش متخيلة ان الويندوز اوب ديت يكون هو السبب في تبطيق الجهاز او ان انت لو بتلعب لعبة معينة تحس ان في تقطيع او في بطء شديد في اللعبة او في البرنامج اللي انت شغال عليه بسبب الويندوز اوب ديت. طبعا الويندوز اوب ديت طول ما هو شغال بيبقى محتاج يعمل دايما بعد كل اوب ديت يخلصه. فالنهاردة بنشوف اولا ازاي توقف الويندوز اوب ديت ولو بشكل مؤقت او ازاي تعمل في الوقت اللي انت عايزه وبعدين تقفله عشان ما يسبب لك شي مشاكل زي بطء اداء الجهاز او المشاكل مع بقية البرامج او الالعاب اللي انت بتلعبها. اولا بالنسبة لوقف خدمة في ويندوز سيفن. هتخش على اه القائمة الكنترول بنل وبعدين في الكنترول بنل هنختار حاجة اسمها ويندوز اوب ديت. وبعدين هنختار ومن جوه هتنزل تحت خالص هنختار حاجة اسمها و هنا حتى هو بيقول لك ولكن احنا هنختارها زي ما قلنا ولو حتى بشكل مؤقت بحيس ان انت تختار الوقت اللي انت عايز تعمل فيه اوب ديت. ترجع تاني وتوقف الاب ديت وتختار اما لو انت شغال على اه ويندوز تين هتخش على علامة الويندوز. تمام? ونكتب كلمة ويندوز. تمام? اوب ديت. اهو ادي الويندوز اوب ديت سين هنخش عليها. تمام? هنخش بعد كده على حاجة اسمها ادفانس اوبشن. قبل ما نخش على ادفانس اوبشن هتلاحز حاجة مهمة جدا دي حبيت اورها لكم. ان هو بيقول اوب ديت افليبول. بالرغم ان انا عامله لست شايف ان في اوب ديت امبارح وعمله ومع ذلك عايز يعمل اوب ديت تاني النهاردة. وده عشان كده بقول لكم مشكلة ان الاب ديت كتير جدا من شركة مايكو سوفت. وده بيسبب آآ بطء في الجهاز. عشان كده احنا هنوقفه النهاردة. تمام? ولو بشكل مؤقت زي ما قلنا. وبعدين تفتحه في الوقت اللي انت عايز تعمل اوب ديت وبعدين تقفله تاني. طيب عشان اقفل الويندوز اوب ديت هنزل تحت على حاجة اسمها ادفانس اوبشنز. جوة ادفانس اوبشنز هنا هو هتلاقي ان انا عامل اوف لكل خيارات الاب ديت. اول خيار اللي هو وديت نقطة مهمة جدا لازم تفهمها ان هو لما بيعمل اوب ديت مش بيعمل اوب ديت للويندوز بس. ده بيعمل اوب ديت لاي منتج او اي برنامج تابع لشركة مايكروسوفت. عشان كده الاب ديت ما بينتهيش. اي حاجة او اي منتج او اي متعلق بالمايكروسوفت هتلاقيه بينزل مع الاب ديت ده. تاني حاجة هيقول لك الدولود اوب ديت هنا بيقول لك يعني لو انت على انترنت شغال بالفلوس او بالمترة دي يعني ان انت خلي بالك ان في اكسر تشارج هيحصل ده واللود فهخلي بالك ان انت هيحصل تشارج زيادة في النت. تاني حاجة بيقول لك ان الريستارت زيز ديفايز او دي برضو نقطة مهمة ان دايما بعد كل اه ويندوز اوب ديت لازم يعمل عشان كده هتظهر لك علامة بتاعت الريستارت كل شوية طول ما انت شغال ومع الاسف اداء الجهاز هيفضل سيء بشكل كبير الا بعد ما تعمل الول ما اه الاداء بيتحسن. عشان كده دي نقطة برضو مهمة جدا هتخليك تقفل الويندوز اوب ديت وما تفتحوش غير بشكل مؤقت عشان تعمل اوب ديت وبنرجع تقفله تاني. وطبعا اه الابديت نتفيكيشن دي برضو كل شوية هتظهر لك ودي برضو هتسبب لك ازعاج شوية. عشان كده هو تنصحت لكم ان انت تعمل الابديت وبعدين ترجع تقفل الابديت تاني يدويا. تمام? وطبعا اه النصيحة بيني وبينكم كمان ان اغلب الويندوز اللي منزلينه في الوطن العربي او في الشرق الاوصي بشكل عام بيبقى ويندوز مكرك او معمول له هاك. وده طبعا برضو بيسبب شوية مشاكل في الابديت لان في الغالب بتطلقت النسخة اللي عندك انها مش نسخة اصلية. وبالتالي ممكن يسبب لك بطء في الجهاز او ان الابديت ما يحصلش بشكل اه جيد. ارجو ان تكون استفدتم بشرح النهاردة وما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتمييز بلايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله.